السلام عليكم ورحمة الله. معكم امل حسن في قناة اوبين بوفيه. اه لو اول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله تعملوا شير ولايك علشان يوصل لا اكبر عدد ممكن. ان شاء الله النهاردة هنعمل اه كيكا صيفية جميلة جدا اللي هي قدرة قادر. احنا طبعا عملنا تحليات صيفية كتير مع بعض. ان شاء الله اصيب لكم الروابط بتاعتها. فالنهاردة هنعمل صنف جميل جدا وسهل وسريع. يلا بينا نبدأ وصفتنا. انا هستخدم الكريم كراميل الجاهز اللي هو بيبقى في باكو كده هستخدم منه تلاتة باكو. آآ وبيبقى معايا الكراميل ده سوس الكراميل ده بيبقى جاهز معاه بس انا مش هستخدمه. آآ هستخدم كمان آآ اتنين معلقة كبيرة لبن بودرة واتنين معلقة كبيرة اشطا على لتر وربع من اللبن. كل ده بس عايزة ازود الطعم الكريمي بتاع الكريم كراميل. انتي لو عايزة تستخدمي اتنين باكو بس آآ ممكن تستخدميهم آآ ولتر اللبن هتشيله منه حوالي نص مج من اللبن. انا عايزة بس القوان بتاعه يبقى تقيل شوية. هقلب كل المكونات مع بعض. وهحطه على النار. الباكو بقى بتاع الكراميل ده اللي هو بيبقى جاي مع الكريم نفسه. ممكن تستخدميه. بس انا بفضل طعم الكراميل بتاع البيت. هوريه لكم دلوقتي هنعمله ببساطة مع بعض. اول ما يغلي هنشيله من على النار ونبدأ بقى نعمل الكراميل اللي هنحطه آآ عبارة عن تلات اربع آآ كوب من السكر معايا ربع كوب من المية. بحطه على نار هادية جدا. خلوا بالكم. انا بستعمل طبعا. انت براحتك لو عايزة تستعملي الومنيوم استعملي. بس نخلي بالنا الاطفال ما يتوجدوش معنا في المطبخ ابدا. وإحنا بنعمل الكراميل لان هو بيحتفظ بالسخونة. وآآ درجة حرارة بتبقى مرتفعة جدا. احتراق السكر بيحترك عن درجة حرارة عالية جدا. فخطر. الصينية هده هنا ده هنه آآ خفيفة جدا بالزيت. واشيل اي زيادة بمنادير المطبخ. وانزل على طول بالكراميل وهو سخت. علشان لو برت شوية بيمسك في الكزرولة اللي انت بتعمليه فيها. فتخطيه وهو سخنة على طول. وطبعا الكريم نفسه بنبقى عملناه وجاهزناه وسبتيه شوية يبرد. وتقلبيه علشان ما يعملش وش. الكيك آآ مقادرها سهلة جدا. نص كوباية من الزيت ونص من السكر ونص من اللبن. وربع من الكاكاو الخام. وزارة بسيطة من الملح. ومعلقتين صغيرين من النشا ومعلقتين صغيرين من بيكم بودر. زارة ملح كوباية دقيق. ومعلقة صغيرة من الخل. هضرب كل دول مع بعض في الخلاط. بس هخلي المكونات الجافة في الآخر. هضرب يعني السكر والزيت واللبن. والكاكاو مع بعض. وهخلي بقى في البيض بعد دول ما يضربوا مع بعض. هضرب البيض واحط له الفانيليا. وننزل بقى بعد ما نضرب ده كويس ننزل بالدقيق. مع البيكنج بودر. وفي الآخر خالص هحط المعلقة من الخل. الكيك ده ممكن تعمليه لوحده وتزينيه بصوص شوكولاتة زي ما عملتهكم في فيديو من الفيديوهات القصيرة ده. الفيديوهات السريعة. بتزينيها بأي حاجة لان الكيك ده يعني المقادير دي بتنفع لحاجات كتيرة جدا. الكيكات انواع كتيرة من الكيكات. بتطلع هشة. بس لو استخدمتيها مع قدرة قادر. ما بتبقاش هشة طبعا لان الصوص بينزل عليها. بنزل بقى بمقدار الكيك ده فوق الكريم. واحطها في صانية اي صانية قديمة عندك. حط فيها مية وحطي شوية من الخل علشان ما تسودش الصانية. وطبعا المية تبقى سخنة. واتدخليها في الفرن آآ اللي هو الرف لتحت الرف الاوسط. بندخلها كده لمدة ساعة لربع. الصانية مقاسها ستة وعشرين. على حسب يعني طبعا الارتفاع بتاع الصانية. انا سبتها ليلى كاملة في التلاجة. آآ وبعدين جبت مية دافية وحطتها في مية دافية عشان نعرف اقلبها بسهولة. وبعدين قلبتها هتتقلب معاكي بسهولة طالما حطتيها شوية في مية دافية. ممكن لو مش عايزة تحطيها في مية دافية بعد ما بتطلعها من التلاجة تسيبيها شوية بره نصف ساعة كده. تاخد درجة الحرارة بتاعة المطبخ وهتتقلب معاكي بسهولة جدا. ممكن بقى شوية الكرامل اللي تبقوا في الصانية كده تنزليهم او لو عندك الكيس بتاع الكرامل دا اللي هو الجاهز. تزيني بيه برضو بيبقى جميل بس هي طبعا بتنزل كمية سوس كتيرة. فمفيش داعي بقى انت تزويدي كمية سكر تاني. آآ زي ما قلت لكم لو عايزة تستخدم الكرامل نفسه الجاهز دا استخدميه. آآ كمان هعملها لكم ان شاء الله مرة تانية بالكريم كرامل اللي بتعمل في البيت. من غير الباكو الجاهز. بس طبعا احنا في الصيف ومش عايزين نوفر مطبخ فترات طويلة فأنا فضلت ان انا اعمل حاجة سهلة وسريعة. ومكوناتها برضو تبقى متوثرة وبسيطة. دا يا جماعة بيبقى يعني جميل جدا. آآ شبه كده مع بودنج يعني تحس ان هو بصراحة يستحق التجربة يعني. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولولي رأيكم وعايزة آآ تطبيقاتكم يا جماعة عشان انزلها على صفحة الفيس. واللي ما اشتركش في في صفحة الفيس هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة